بيت المال لجميع المسلمين يصرف في مصالح المسلمين هناك موارد معينة مثلا في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لذي القربة موارد معينة تصرف في تلك الموارد أموال الدولة إذا فاضت هذه الأموال ماذا يفعل بها؟ تصرف للناس شلون تصرف للناس؟ أن نميز الغني على الفقير ونميز الشريف على الوضيع ونميز القوي على الضعيف ونميز الأبيض على الأسود ونميز العربي على الأعجمي مثلاً كلا هذا بيت مال المسلمين لجميع المسلمين والمسلمون سواسع كأسنان المشت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإذن إذا المسلمون كان هناك فائض في بيت المال يقسم عليهم بالسوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة